بسم الله الرحمن الرحيم برنامج الماجستير المهني MBA تخصص محاسبة مالية مادة المحاسبة في المنشآت ذات الأنشيطة المتخصصة موضوعنا المحاسبة في المنشآت السياحية أول حاجة ناخدها اليوميات الفرعية اليومات الفرعية المستخدمة في المنشآت السياحية أو الفندقية تعني تخصيص دفتر يومية خاص لتسجيل العملات المتكررة ذات الطبيعة الوحدة على سبيل المثال أي شراء لمستلزمات بالأجل بنفتح له دفتر اسمه دفتر يومية المشتريات يبقى بيتسجل فيه جميع الأصناف والمستلزمات الفندقية التي تشترى بالأجل يعني على الحساب يعني تشترى بواسطة الموردين بيتسجل فيه الدفتر ده زي ما احنا شايفين كده أول يومية المبلغ بعد كده بنفنطه كمية وسعره صنف نعرف اسم المورد كويس جدا رقم حسابه في الأستاذ العام لو لي عنوان أو فيه شروط للشراء ويتريح حدوث العملية كده يبقى العملية متكملة اليومية التانية مردودات المشتريات يبقى حدنا في السلفات اليومية المشتريات طيب أنا شارعها بالأجل يبقى هنا برضو يومية المردودات باعتها المشتريات هيسجل بيها المردودات الآجلة للأصناف والمستلسمات الفندقية نتيجة عدم متبقتها للمواصفات أو كونها تاليفة بتسجل في اليومية دي إيه بقى برضو المبلغ بيانه الأصناف المرتدة اللي فاتكت أصناف المشتراء الكمية والسعر والصنف سبب الرد إيه إشعار الخصم رقم كذا اسم المورد اللي احنا هنردله المشتريات رقم حسابه وعنوانه وتاريخه يبقى كده البيانات كلها تبقى كاملة عن الرد يبقى فيه عندك مشتريات وفيه مردودات مشتريات بعض الموردين ما تعمل معهم للمرة الأولى فبعد ما بنشتري منه يقول لات ممكن توقع لكمبيالة للسادات في وقت محدد فبنعمل يومية اسمها يومية أوراق دفع طالما هاشتري يبقى هدفع فبنعمل يومية اسمها إيه يومية أوراق دفع نسجل بها الكمبيالات والسنادات الإزنية التي يتم تحريرها لصالح الموردين اللي احنا بنشتري منهم بالأجل يبقى الأول يبقى لازم يبقى فيه مورد وبعدين يطلب يقول لك أنا عايز كمبيالة بتسجل في اليومية دي يا جماعة المبلغ نوع الورقة كمبيالة والسناد إزني اسم المستفيد إيه اللي هيصرف قيمة الأوراق بتاعت الدفع دي رقم الحساب بتاع هذا المستفيد تاريخ القبول تاريخ الاستحقاق وتاريخ حدوث العملية نفسها تمام؟ اليومية الثالثة ودي مهمة جدا جدا في المنشآت السياحية اللي هي يومية المقبوضات يسجل بها جميع المتحصلات النقدية وبشيكات يعني المهم هقبض نقدا أو هقبض بشيك تدخل في يومية المقبوضات سواء بيع متحصلات من النزلاء بيع الأطعمة بيع المشروبات المتحصلات من استخدام حمام السباحة ومتحصلات نقدية أخرى أوضح المستند بيان إيه اللي حصل وتاريخ حدوث هذه المقبوضات يومية المدفوعات برضو هتبقى خاصة بالمدفوعات النقدية يسجل بها جميع المدفوعات النقدية وبشيكات مثل سداد الموردين وسداد أوراق الدفع سداد الأجور المرتبات للعمال والموظفين المدفوعات النقدية الأخرى مثلا تحويل مبلغ نأدي أو بشيكات لخزينة اسمها خزينة المصرفات النسرية مش كل حاجة نصرفها بشيك مش كل حاجة نعمل زحمة على الخزنة الكبيرة الرئيسية فبنعمل نجيب واحد وبنعمل معاه أو عهدة معينة مبلغ معين نقوله اصرف منها على المصرفات النسرية اللي هيجي دورها دلوقتي اللي هي صغيرة القيمة ما تستدعيش ان احنا نطلع بها لشيك ولا نوقف حد على الخزنة العامة ولما يخلص الفلوس معاه أول باول نعمل له عملية استعاضة كما يلي خزينة يومية تسمها يومية خزينة المصرفات النسرية يسجل بها جميع المصرفات النقضية صغيرة القيمة وتيجي بنص صريح شراء أدوات كتابية ومستلزمات نأدا دفع بدلات سفر وانتقال نأدا دفع مصروف بريد وتليغراف نأدا بعض المصرفات المتنوعة بتتم نأدا من هذه الخزينة في نهاية كل فترة الفلوس بتخلص بس يبقى فيه مستندات مع الأمين بتاع خزينة المصرفات النسرية في نهاية كل فترة بناخد منه المستندات ونعمله استعاضة للمصرف من هذه السلفة نعمله استعاضة بشيك تمام؟ يبقى احنا كده يا جماعة بدنا ست يوميات يبقى المنشآت الفندقية غير اليومية العامة هنستخدم يوميات يوميات فرعية عددهم ست يوميات بالإضافة لدفتر اليومية العامة لأن المفروض كل يومية فرعية من دول في نهاية كل أسبوع حسب تجميع العمليات في نهاية كل شهر في نهاية كل فترة لازم نعمل قيد بالإجمال اللي انصرف فيه هذه اليومية بالمجميع الموجودة في أسفل كل يومية منهم تمام؟ شوف حالة تطبيقية تمت العمليات التالية بإحدى الفنادق خلال الإسبوع الأول من شهر يناير 2015 طبعا العمليات بتيجي حسب تسلسل حدوثها حسب التسلسل التاريخي مش بتيجي حسب اليوميات اللي عندي فأول حاجة في واحد واحد تم شراء 500 وحدة من صنف اسمه ألف مأكلات مشروبات وليكن سعر الوحدة 12 جنيه من المورد اسمه أحمد عبد الربو رقم حسابه 519 على ألف عشان هو أحمد عبد الربو المفهود لو أنا يعني بقرأ العبارة دي أعرف أن أنا اشتريت بالأجل من مورد يبقى دي هتدخل يومية إيه؟ المشتريات أنا كتب لجنبها كده أن دي تدخل يومية مشتريات وفي نفس اليوم اللي هو واحد واحد اللي حصل أبضنا 38500 جنيه دفعات مقدمة من النزلاء نأدا يعني هتدخل يومية المعبوضات خانت النأدية أنا أبضت فلوس من النزلاء العملاء بتوعي اللي بينزول في الفندق وفي نفس اليوم أبضنا دفعنا 16400 مشتريات مؤن بس اشتريناها بقى نأدا حاجات مش مستهلة نحن نعمل لها بشيك ولا بحاجة ولا نجيبها بالأجل لا إحنا صرفناها على طول نأدا هتدخل في يومية الإيه؟ المدفوعات دفعنا ولا جيبنا أدوات كتابية ب14400 جنيه مواد وأدوات كتابية من خزينة المصرفات النثرية دي تدخل فعلا خزينة المصرفات النثرية شوية ورق بسيطة ده أول يوم في يوم 2 يناير تم شراء 800 واحدة تاني من صنف اسمه به يعني شارينا شهر أول يوم شارينا صنف اسمه آلف تاني يوم اشترينا صنف اسمه به سعر الواحدة 15 جنيه يعني 800 في خمستاشر دي 12000 جنيه من موارد اسمه سامح سامح هاشم رقم حسابه 875 على سين عشان اسمه سامح سين وتم سداد نصف القيمة نأدا هنا بقى في مشكلة دلوقتي انت لازم الأول تدخلها يومية ايه؟ يومية المشترات انت تشتريب بالأجل من سامح باتناشر ألف بس شرط عليك ايه بقى؟ انه عايز نص القيمة نأدا فورا دلوقتي يعني عايز النص بالأجل ونص ايه؟ والنص يبقى نأدا نص بالأجل والنص نأدا فلازم هنا خلي بالي الاول المبلغ كله الاثناشر ألف يدخل يومية المشتريات ده لازم وبعد كده الموارد نفسه اروح مسدد له ما انا هسدد ايه في يومية مشتريات مشتريات نأدا لكن هناك قمتها كبيرة هيسدد نصفها نأدا يبقى لازم الجزء المسدد بس هو اللي يدخل يومية المدفوعات يبقى الموارد ده دفعنا له كذا دفعنا له ستة الاف جنيه تفقنا فلازم نفهم الكلام كويس عشان نسجل في اليومية المنضبطة او اليومية الصحيحة كمان في نفس اليوم دفعنا امتين جنيه مصروفات سفر وانتقال من خزينة المصروفات النسرية دي واضحة ان هي خزينة مصروفات النسرية بقى يومية مصروفات النسرية يوم تلاتة يناير تم شراء الف وحدة من صنف اسمو جيمي يبقى الثالثة عملية شرائه سعر الوحدة عشرين جنيه يبقى كده عشرين الف من موارد اسمو الخار بوتلي حسابو رقم تمنتاشر على الف تم سداد النصف نصف القيمة بكمبيالة تتحق بعد شهرين خلي بالك دلوقتي برضو لازم المبلغ كله يدخل يومية المشتريات بعشرين الف بس في عشر تلاف جنيه من المبلغ ده هيطلع بيهم كمبيالة يبقى الاول المورد وبعدين يدخل يومية ايه اوراق الدفع اللي هو بالقيمة اللي احنا اتفقنا عليها يعني الرقم ده هيتسجل اول في يومية المشتريات بلا عشرين الف كاملة الجزء اللي احنا نطلع بيه كمبيالة هيدخل في يومية اوراق الدفع نبين ان المورد ينقص ويبقى هيكتول كمبيالة بنص القيمة في نفس اليوم اللي هو تلاتة واحد تم مرض مية وحدة من الصنف اللي هو به اللي هو في الصفحة اللي فاتت ليه؟ لقناها تاليفة ايه بقى دي اسمها يومية مرضودات مشتريات دفعنا لغاية كده تمام ستة وتلاتين الف وخمسمية جنيه ستة وتلاتين الف وخمسمية دفعات من النزلاء تحت الحساب خلي بالكم ستة ونص بشيكات خلي بالكم والباقي بنقدا يعني ستة وتلاتين الف وخمسمية اتدفع العملاء دفعات مقدمة او النزلاء دي يومية ايه؟ يومية المقبوضات طبعا جزء نقدا وجزء بشيكات قال لك اللي بشيكات بس ستة وتلاتين الف وخمسمية يبقى بقيت الفلوس ايه؟ اللي هتبقى نقدا خانة النقدية انها يبقى عندنا خانتين في يومية المقبوضات في خانة للنقدية وخانة ليه اللي هي ايه؟ الشيكات او خانة للبنك في نفس اليوم اللي هو تلاتة واحد تم شراء لوازم فندقية بشيك يبقى أنه هدفع فلوس يبقى يومية منتفع على تلاتةاشر الف ومتين برضو في نفس اليوم دفعنا تلتمية جنيه بريد وتلغراف بس دفعناه بصراحة اهو بنص صريح من خزينة المصرفات النسرية يبقى دا يتسجل في يومية خزينة المصرفات النسرية يوم أربعة يناير تم شراء ميتين وحدة هذه رابع عملية شراهة من السنفس مودال سعر الوحدة تلاتين جنيه بعد ستاتلاف جنيه من المورد من المورد خالد حسين رقم حسابه خمسة وستين على خاب شان هو خالد وقد تم سداد القيمة كلها بكمبيالة تسحق يدفع بعد خمسة واربعين يوم أولا لازم تبقى الأول مشارب بالأجل يبقى فيه مورد اسم خالد حسين بعد كده ناخد القيمة كلها ندخلها يومية ايه أوراق الدفع لأن خالد حسين أنا عاز كله بكمبيالة تم سداد القيمة بكمبيالة بس ان شاء الله نستدده بعد خمسة واربعين يوم في نفس اليوم اربعة واحد تم سداد 14400 جنيه نقدا للموردين نقديا للموردين أو تسديد نقديا للموردين بشيكات كل ده سواء نقديا أو بشيكات كده كده هيدخل يومية من الدفعات سددنا نقديا بشيكات أو سددنا الدين اللي علينا بشيكات يبقى بخانة الايه خانة البنك في نفس اليوم 650 جنيه مشترات متنوعة من خانزينة المصرفات النسرية بقى دي سهلة مصرفات نسرية يوم خمسة يناير تم شراء 400 وحدة من صنف اسمه ايه ايه دي كده خمسة عملية شراء سعر الوحدة 12 جنيه ادى 48800 جنيه من مورد اسمه طارق حماد حساب 94 على طه وقد تم سدد نصف القيمة نقدا يبقى المبلغ كله الاول يدخل فين يومية المشتريات اما الجزء المسدد اللي هو نصف القيمة يتسدد في يومية المدفوعات طيب 44000 جنيه ضفعات نهية من النزلاء نصفها بشيكات ونصفها نقدا يبقى برضو قبط منهم نقدا والشيكات يبقى تدخل يومية المقبضات 26300 متحصلات نقدية عن طريق المطعم يبقى يدخل يومية الايه؟ المقبضات 8000 جنيه محولة لخزينة المصفات النسرية بشيك يبقى هاجف يومية المدفوعات اخد ان انا 8000 احطها في خزينة المصفات النسرية يبقى تدخل دي يومية المدفوعات يوم 6 واحد في نهاية الاسبوع تم رد 100 وحدة من الصنف اسمو جيم لازم ندور على التاريخ بتاعه عشان عارف الصنف جيم ده لانه مورد لعدم متبقتها المصفات يبقى دي يومية مردودات مشتريات في نفس اليوم 18400 جنيه متحصلات نقدية من صلة المشروبات يبقى دي يومية مقبضات 13600 متحصلات نقدية من حمام السباحي يبقى برضو يومية مقبضات 25000 جنيه اجور ومرتبات مدفوعة نقدا للعاملين يبقى دي يومية مدفوعة انا بدفع اذا علمت ان رصيد النقدية اول الفترة او الاسبوع اللي هو جيت اشتغل فيه اول يناير ده كان فيه رصيد فيه النقدية او في الخزنة 37200 رصيد النقدية في البنك اول الفترة 26400 حتى خزنت المصرفات النصرية النصرية دي كان فيها اول الفترة رصيد 1100 جنيه ايه المطلوب تصوير دفاتر اليومية الفرعية اللي انت عارف ان هم ستة يعني السؤال لو جيه هيبقى على الستة بس شفت حسب كسلسل التاريخي للاحداث كل ده حصل في الاسبوع الاول من يناير طب انا احل التمرين ده ازاي ده انا مرة احل في اليومية الاولى ومرة احل في التانية ومرة التالتة والرابعة والخمسة والستة يبقى في عندي طريقة للحل انا يوجد عندي طريقتين للحل ممكن الحل بطريقتين الطريقة الاولى ان انا افتح الستة يوميات قدامي كلهم مرة واحدة صفحتين ياخدو كده صفحتين واربع اصور كل اليوميات الفرعية وقرأ كل عبارة وكل عملية حسب تسلسل التاريخي بتاعها وسجلها في اليومية الخاصة بتاعتها يبقى كل حاجة اقرأها اسجلها في اليومية بتاعتها يبقى انا فتحت الستة يوميات وكل عبارة اقرأها بتاريخها اروح مسجلها في اليومية بتاعتها طب في طريقة تانية اعيد فرز العمليات اللي حصلت الاول العمليات اللي تمت في ستة يام دول وابو بها انا حسب اليوميات الخاصة يعني اقول العمليات الخمسة دول او الستة دول بتوع يومية المشتريات والعمليتين دول بتوع يومية مرضات المشتريات والعمليتين دول بتوع اوراق الدفع والعمليات دي خاصة بمقبضات وده مدفعات وده مصرية. ثم أسجلها أنا بقى خلاص جاهزتها خلاص. يبقى أنا عدت ترتيب الحاجات عشان أشتغل صح. أسجلها في كل يومية فرعية بسهولة. فأنا يبقى قدامك يا تفتح اليوميات كلها وتقعد تقرأ العبارة وتسجلها. يا إما تعمل زي أنا هعمل دلوقتي. أنا أحل بالطريقة التانية. ده علمية أكثر. أهو العمليات الخاصة بيومية مشترياتي. جمعتهم التمرين كله. في واحد واحد خدت خمسمائة واحدة. صنف اسمه ألف. سعر لوحدة اتناشر جنيه. الموارد اسمه أحمد عبدالربو. رقم حسابه خمسمائة تسعة عالالف. ضربته الخمسمائة في الاتناشر. تلعي المجموعة كام? ستلاف. أسجلها. في اتنين يناير اشتريت تمنمائة واحدة. الصنف اسمه بيه. سعر لوحدة خمسة عشر. من الموارد اسم مستمح هاشم. الحساب رقم تمنمائة خمسة وسبعين على سين. تم سداد نصف القيمة ناعدا. أنا عرفت الأول ان انا سجلت فين. تمنتلاف اترفت التمنمية في الخمسة عشر باثناشر ألف. كل ده في يومية الأول انا بتكلم على يومية المشتريات فقط. ما تكملتش بقية العبارات. في تلاتة يناير اشترينا ألف واحدة. من الصنف اسمه جيم. سعر الوحدة عشرين أدي عشرين ألف. من الموارد اسمه خربطلي. رقم حسابه 18 على الألف. تم سداد النصف القيمة بكمبيالة. ده هيجي في وقتها ان شاء الله لما جاء سدد بعد شهرين. أبشوف ايه اللي انا حطه فيه اللي هي ايه بقى يومية أوراق الدفع. فاربعة يناير تم شراء متين واحدة من الصنف دال. سعر الوحدة ثلاثين جنيه. من الموارد اسمه خالد حسين. رقمه خمسة وستسين على الخا. وتم سداد القيمة بكمبيالة. يعني هيدخل قومية أوراق الدفع. بس انا بالوقت بكلم عن يومية ايه بس؟ المشتريات دي لازم تدخل كلها في يومية المشتريات. متين واحدة في تلاتين بستة تلاف جنيه. ان شاء الله كمبيالة تسد بقى خمسة واربعين وأنا بشغل بقى في أوراق الدفع. أبعرف ايه اللي انا هدخله في يومية أوراق الدفع. في خمسة يناير تم شراء. كلها شراء بقى. انا كده فرست جبت خمس عمليات شراء. رمعمية واحدة مستنف اسمه ايه؟ سعر الوحدة اتناشر اربعة تلاف واتمنمية. من موارد اسم طارق حماد رقمه. رقم حسابه اربعة وتسعين على طه. عشان هو طارق. وتم سداد نصف القيمة. هنقدر ان شاء الله لما جاء بقى اشتغل في يومية ايه؟ المدفوعات. انا كده جمعت ايه؟ كل اللعمات الخاصة بايه؟ بالمشتريات الأجلة. اروح رايح على يومية المشتريات الأجلة بشكل ده. بقى عندي بس تسلسل تاريخي زي ما انتم شايفين. اهو ستة الاف جنيه خمسمية واحدة. سعر الوحدة اتناشر. استنف اسمه الف. من المورد اسم احمد عبدالربو. رقم حسابه خمسمية وتسعتاشر على الالف. التاريخ واحد واحد. ده اول عملية عندي في صفحة اللي فاتت. العملية التانية اتناشر الف دول. تمنمية واحدة. خمستاشر جنيه. استنف اسمه بيه؟ سامح هاشم ده المورد. رقم تمنمية خمسة سبعين على سين. اتنين واحد. دي تلاتة واحد. دفعت اشتريت بعشرين الف جنيه بالاجل. الف. وحدة. في عشرين جنيه سعر الوحدة. من الصنفس موجيم الخربوتلي. تمنتاشر على الاف ده رقم الحساب بتاعه. مفيش عنوان ولا شروط. ده تلاتة واحدة. نفس الكلام. اربعة واحد اشتريت بستة الاف جنيه. من خالد حسين. متين واحدة في تلاتين الصنفس موديل. ورقم خالد حسين خمسة سستين على خا. والتاريخ اربعة واحدة. اخر سعر عملية حصلت في يومية المشتريات. انا عملوا حصيرهم بقى كلهم. اربعة تلاتة واحدة جنيه. اللي هموا اربعمية واحدة. سعر الوحدة اتناشر جنيه. الصنف ده اسمه ايه. من طريق حماد. اربعة وتسعين على طه. انت رقم الحساب. مفيش عنوان وشروط. والتاريخ خمسة واحد. كده بقى انا خلصت ايه. يومية ايه. المشتريات. طيب ايه مجموعة المشتريات انا قيد الشراء. من حساب المشتريات الى اجمالي الموردين بـ 48800. بقى قيد واحد بدل قام قيد خمسة. عشان كده اليوميات الفراعية بتسهل الشغل في مشهات الفندقية والمستشفيات بنفس الطريقة. جمعنا العميات اللي حصلت ممكن نجمعها لو عملات بسيطة خلال شهر. لكن هنا ايه. ايه. خمس عمليات تمت شراء بالاجل خلال الاسبوع الاول. فاحنا بنسجل اسبوع اسبوع. يبقى القيد النهائي هو بيتعمل من الرقم النهائي اللي تحت. تمام؟ نخش على اليومية اللي وراها. يومية ايه؟ مردودات المشتريات. ما انا اشتريت الاول. ما انا مش بترتيب الستة. يومية مردودات المشتريات. حصل رد مرتين. يوم ثلاثة واحد ويوم ستة واحد. ثلاثة واحد ردنا ميت واحدة من الصنف به. افتكرت ودورت على به. لقيته كان بخمستاشر في الصفحة اللي فاتت. يبقى انا رديت حاجات بألف وخمسمائة جنيه عشان تلفة. ولما عرفت الصنف به عرفت انا جايبه مين? ستة واحد ده ردنا ميت واحدة من الصنف جيم. من الصفحة اللي فاتت عرفت الصنف جيم انا جايبه من مين؟ ليه؟ مش مطابقة لمواصفات. يعني حاجات ميت واحدة في عشرين به؟ عرفت الثمن وعرفت المورد من الصفحة اللي فاتت ليه يومية المشتريات. بقى الفين جنيه. يبقى انا عندي كام؟ عمليتين. سهل جدا بقى ان انا سجلهم في يومية مرضوطة المشتريات. اهو. الف وخمسمية. مية واحدة بخمساشر جنيه. صنف اسمه ايه? عشان السبب ايه? ان دي بضاعة الفة. اشعار خصمه رقم كام? ما جاب ليش رقمه. الموارد اسم ايه? كان سامح هاشم. رقم حسابه عشان نخسام منه. ثم مية خمسة سبعين على سين. يوم تلاتة واحد. يوم ستة واحد حصل ايه? رد مرضوطات مشتريات اجلى. نخسامها من الموارد طبعا بالفين جنيه. اليا مية واحدة في عشرين. عدم مطبقة منوصفات. اسم الموارد ايه خربوطلي. تمنتشر على ايف دا رقم حسابه عشان نخسام منه المرضوطات. يوم ستة واحد. في النهاية تلع كام? تلات تلاف وخمسمية. لو عايز اعمل قيد بالمبلغ الاجمالي ده اللي هي مرضوطات مشتريات. اول المواردين. الى مرضوطات المشتريات. بالرقم النهائي اللي تحت اللي هو تلات تلات خمسمية المجموعة. واليومية في التفاصيل. كده تاني يومية. اليومية التالتة اوراق الدفع. يومية اوراق الدفع. تلع عندي يا جماعة في ورقتين. ورقة يوم ثلاثة واحد ورقة اربعة واحد. بيقول لي افكرك بها بس. لكن لو عرفت القيمة خلاص. بيقول لي انا كنت في يوم ثلاثة واحد اشتريت الف وحدة من صنف اسمه جيم. الوحدة كان بعشرين جنيه. يعني باشين الف. واحد اسمه ايه الموارد ده? خربط لي. رقم حسابه كام? عرفته. تمنتاشر على الف. وقد تم سداد نصف القيمة بكمبيالة. يعني هو طالب قال لا. انا نصف الفلوس دي تدهني دلوقتي بكمبيالة. عايز ياخد بيها اوراق دفع. لاحظة العملية تسجلت في يومية ايه? الاول فعلا فعلا المشتريات. هنسجل الان الجزء اللي يخص ايه? الجزء اللي يخص يومية اوراق الدفع لهو عشر تلاف. ليه? القيمة هنا عشرين. نصفها كام? عشر تلاف. هناخد عشر تلاف ونسجلهم في عشان بيقولوا نصف القيمة. ما اركوش بالست تلاف دي عشر تلاف. نصف القيمة تم سداده بكمبيالة. يعني انا عايز بيكمبيالة. يوم اربعة واحد. تم شراء ميتين وحدة. بفكرة عملية. من الصنفس موديل شعر الوحة تلافين هدي ستتلاف. من المورد خالد حسين. خالد حسين قال لك انا عايز القيمة كلها بكمبيالة. كان الاول لازم نسجلها ازا مسجلناها كده في اول يومية ليومية مشتريات. دفعنا? فهي بستلاف جنيه. مفروض هياخد القيمة دي. وسجلها بالكام في يومية اوراق ايه? الدفع. هنا بقى المبلغ كله هنا يا جماعة ستلاف. هو اللي حصل انه حصل تبديل بين الرقمية. تلاتين جنيه في الفين بستلاف جنيه. خالد حسين عايز القيمة كلها. القيمة كلها بكمبيالة. يبقى انا عندي كمبيالاتين. واحدة بعشر تلاف. واحدة بستلاف. نبص نسجلهم ازاي في يومية اوراق الدفع. اول كمبيال عشر تلاف. الخربط لي. تاني كمبيالة ستلاف خالد حسين. ده رقم حسابه طمانتاشر على الف. وده رقم حسابه خمسة وسائتين على خال. تاريخ القبول دي كت واحد تلاتة وده كت واحد اربعة. اللي هو تاريخ حدوث العملية. وايس? هنا ان شاء الله دي بعد شهرين دي بعد خمسة واربعين يوم. التاريخ دي واحد تلاتة حصلت ودي واحد اربعة. فانا المجموع ايه بقى لو انا عايز اعمل يومية اوراق الدفع. ستتاشر الف. هنا بقى علاقة بين المورد واوراق الدفع. يعني انا خدت كمبيالات دي كتبتا على نفسي دي تعتبر خصوم. يبقى اوراق دفع. المورد نفسه كمورد هو اللي نقص. يبقى من حساب اجمال الموردين الى اوراق ايه؟ الدفع. العمالات الخاصة بيومية المقبوضات. ودي اطول شوية اطول واحدة. لان فيها خانات فرعية كتير. اول حاجة انا لقيت في رصيد خزينة سابق ورصيد بنك سابق. طول ابدأ بيوم الاول. سبعة عشرين الف ومئتين وستة وعشرين الف ورمامية. بعد كده تتولى العملات اللي انا ابطت يا جماعة فيها فلوس بس. بس؟ فاهم واحد واحد دفعات مقدمة من النزلاء تمانية وتلسين ونص. دي تسجل واحدها. في خانة مخصوص ليه? اللي هي الفلوس المحصلة من النزلاء. يبقى تدخل خانة الايه؟ خانة النقدية. وتدخل خانة النزلاء. لان اواريك شكل يومية المقبوضات عملي ازاي? يوم تلاتة واحد ستة وتلاتين الف وخمسمية دفعات من النزلاء تحت الحساب. بس منها ايه? ستة ستة تلف خمسمية بشيكات يبقى فيه جزء نقد وجزء بشيكات. يعني بينمايز بين خانة النقدية وخانة البنك. خمسة واحد اربعة وربعين الف جنيه دفعات نهائية من النزلاء. نصفها بشيكاته الباقي نقدم. يعني اثنين وعشرين الف نقدم واتنين وعشرين الف بشيكات. برضو كلها فلوس جاية من النزلاء. معظم الفلوس اللي جاية في المنشآت السياحية جاية من النزلاء او العملاء. وستة وعشرين الف وتلتمية متحصلات نقدية عن طريق المطعم. يعني المطعم نفسه بقى اكله خلال الاسبوع بستة وعشرين الف وتلتمية. يوم ستة واحد عملنا حكتين. طمانتاشر الف وربعمية متحصلات نقدية من صلاة المشروبات. وثلاثة وستة مية متحصلات نقدية من حمام السباحة. دي العملات اللي خاصة بيومية اللي ايه? المقبوضات. كل نوع من انواع المقبوضات دي لازم يبقى له خيانة خاصة. كما يلي. بصوا. يومية المقبوضات جزئين. في خط فاصله. المبلغ المدين ايه? اللي في الخزنة والبنك لو فيه خصم يسموح بيه. ما عندناش خصم يبقى تفضل فاضيا. النص التاني مصادر المقبوضات اللي هي الدينة. محصل من النزلاء. مبيعات الاطعمة نقدن. مشروبات نقدن. حمام سباحة نقدن. اخرى مفيش عندنا اخرى. المستند ايه? لو كان في فاتورة هكتبها. لو كان في مستند داخلي بكتبه. مفيش خلاص. البيان ايه المستند ان انا جبت منه? المبلغ ده. بيبقى واضح? بتاعي مستند رقم كزا مستند رقم كزا. ودي تاريخ حجوز العملية. فبدأت في واحد واحد كتبت الرصيد اللي انا قطلت لكم عليه بداية الفترة. الخزنة فيها سبعة وثلاثين ومتين. والبنك فيه ستة وعشين الف واربونية. ده طبيعي. بدأت العملية الاولى اللي هي الفلوس المحصلة من النزلاء. انا حصلت تلات مرات من النزلاء. اول حاجة خصلتها نقدن يبقى تلاتين وخمسمية. يوم واحد واحد. تاني حاجة خط ستة الف خمسمية نقدن. وتلاتين الف نقدن وستالف خمسمية بشيك. النزلاء دفعوا لي ستة وتلاتين ونص. دفعنا. العملية الثالثة. قابض من النزل اربعة واربين الف نصها نقدن ونصها بشيك. بقى اتنين وعشرين الف نقدية. واثنين وعشرين الف بنك. اربعة واربين الف نزلاء. الباقي كله بقى صنف من اصناف الايه? المقبضات. الاطعمة ستة وعشرين الف وتلتمية. يبقى تبقى خلانة الاطعمة وخلانة النقدية. المشروبات نقدن. اللي يشرب حاجة يدفع تمانعة. تمنتاشر ربعمية. تمنتاشر ربعمية بخلانة المشروبات. حمام السباحة. فيه حاجات يعني بيبقى لها رسوم. ابضنا نقدن. تلاتاشر وستمية. يبقى تلاتاشر وستمية. كل واحدة من دوليها مستند. وليها يوم. يوم تلاتة ويوم خمسة ويوم ستة. سجلناها. طب انا دلوقتي لو انا عايز اعمل القيد الاجمالي. بتاع يومية المقبضات. انا ابضت نقدن. وبخزنة. ابضت مية ستة. اللي هي ايه? مية ستة وتمية الف نقدن. يبقى من النقدية. من نقدية. او من البنك. اربعة وخمسة وتسوى مية. الى ايه? او ايراد محصل من النزلاء. واراد الاطعمة. واراد بيع المشروبات. واراد حمام السباحة. خلصت. يبقى بالخط النهائي تحت خالص. بعمل قيد. بالمقبضات اللي انا ابضتخلها للفترة. رسيد اول الفترة اللي عندي. زي ده العامات اللي عملتها خلال الاسبوع الاول من يناير. ويومية المقبضات من الحاجات الجميلة والسهلة جدا. عكسها بقى. المدفوعات. اول حاجة. بابدأ يوم واحد واحد. قالك دفعت مشتريات مؤن نقدن. على طول. المؤنجات قالك عايز فلوسي يخد فلوسه على طول. بس نقدن. برضو هيبقى فيه دفع نقدن ومشيكات. في اتنين يناير اشترينا بفكرك بقى تم شرقة تنمية واحدة بالصنف به. سعر واحدة خمستاشر. يعني دول اتنشر الف من المؤرد دسمو سامح حاشم. رقم 875. تم سادات نصف القيمة نقدن. انا يبقى اهمني القيمة دي. نصف القيمة دي اللي هو ستلاف جنيه. يبقى انا دفعت السامح اكاش او نقدن. آآ ستلاف ايه? ستلاف جنيه. يبقى دي اللي هتدخل في يومية المدفوعات. يوم تلاتة واحد اشترينا لوازن فندقية كلها بشيك. يبقى لازم تدخل خانة البنك. فاربعة واحد اربعتاش ربعمية تزديدات نقدية للموردين. بقى ده سداد للمورد. كل صنف من المدفوعات دي لي خانة. يومية المدفوعات. يوم خمسة واحد. تمنتلاف جنيه دفعتهم او محولة. بص بقى. ده محولة الى خزينة المصروفات النسرية بشيك. يعني انا سحبت الفوس من البنك. اديت للمسؤول عن خزينة المصروفات النسرية اللي هي صغيرة القيمة. تمنتلاف جنيه. رقم الشيك سبعمية واربعتاشر على ديل. اخر عملية حصلت. دفع مرتبات واجور العمال نقدا. كل العمالة دي لازم تدخل بس اللي نقدا يدخل خانة النقدية واللي بشيك يدخل خانة البنك. يبقى هنا بص بقى يومية المدفوعات. لا ايه? ايه. المبلغ الدين سواء خزنة او بنك. ده انا دفعت. في خص مكتسب مفيش. بقى تصير فاضية. لكن ايه مصادر المدفوعات? خلي بالك دي مصادر الدفع مش المبضات. خلي بالك دي مصادر المدفوعات. او الخانة دفعت ايه للموردين? بعد كده اشتريت ايه? نقدا مش اشتريت نقدا. بعد كده اوراق دفع. بعد كده لو انا سددت يعني كمبيالات اوراق دفع. اه اجور ومرتبات انا مسددتش ولا كمبيالة طبعا. اجور ومرتبات دفعت ايه? ومدفوعات اخرى حديبان سواء كانت اللي هي الفلس محوالة خزين مصرفة النسرية ولا لا. فبدأت يا العمالة الاولة ستاشر ربعمية. اه اللي انا عملته ان انا اشتريت مؤن نقدا. ايه بقى خلاص? ايه بقى خنت الخزينة اللي نقست? والمشتريات دي هي اللي حصلت مدينة. المصادر بتاعة الدفع هي لمدينة هنا. كان نها مصرفات. مدينة. مش مصادر. المصادر المدفوعات. فوق. اه اتنين. تانية عملية حصلت يوم اتنين يناير ستالاف جنيه. اه اشترينا اه مؤن ودفعنا الستالاف جنيه اللي انا قلت لكم عليهم. المورد كان عايز فلوسي. دفعنا هلو بمستند لنص الفلوس سددت نقدا. يبقى ان ادية نقست والستالاف سداد للموردين او الدائنين. دفعنا? والمستند بتاعها يوم اتنين واحد. العملية التالتة. بشيك. تمت بشيك. اشترينا حاجات بشيك. تلاتاشر الف ومتين للبنك نقص. وتلاتاشر الف ومتين مشتريات. آآ سددنا الموردين اربعتاشر الف ومتين شرينا موان وسددنا فورا كاش. يعني حاجات مستلزمات الشرينا ودفعنا كاش. اربعتاشر او بشيك. اربعتاشر ربعمية. ده بنك عشان بقولك انا اشتريت وصددت بشيك. واربعتاشر ربعمية ده سداد للموردين. المورد فعلا خد الفلوس اربعتاشر الف وربعمية. عشان ده مورد خدت منه الحاجة وديتها له على طول. سددت التمن فورا. خزينة مصرفات النسرية سحبت الفلوس بشيك بقى البنك نقص. وروحت على مدفوعات اخرى وكتبت ان دي خزينة مصرفات نسرية وخمسة واحدة. غزتها بتامن تلاف. اه العملية اللي بعد كده سددت الفين وربعمية نص الكمبيالة الاخيرة او نص الفلوس اللي هي بتاعت المورد. اللي هو لما اشتريت منه اخر حاجة باربعتار في تمنمية قال لك نص القيمة عايزها فورا. يبقى الفين وربعمية نقدن. و الفين وربعمية الموردين سلاد. ودي المستنى بتاع يوم خمسة واحدة. اخر حاجة دفعنا مرتبات من الموظفين. يبقى خمسة وعشرين الف خزنة. لان هنقصد فهنا هنقدن. وخامة الاجور ومرتبات خمسة وعشرين الف. لو انا جمعت كل بقى عمود من العميدة دي. المبالغ الدينة هي الخزنة والبنك. كل الباقي ده مدين. من الموردين. ومن المشتريات اللي انا دفعت التمنحة. ومن اوراق الدفع مش عندي اوراق دفع. يبقى من اجور ومرتبات. ومن خزينة مصرفات نسرية. كل ده الى الخزنة والبنك. الى المزكورين. الخزينة والى البنك. بالمبالغ النهائية اللي تحت خالص. لو انا عايز اعمل قيد اليومية المدفوعات. اليومية الاخيرة هي يومية الايه? خزينة المصرفات النسرية. اولا كان عندي رصيد في الخزينة البسيط ده. البسيطة دي. اللي بصرف منها على المصرفات الضعيفة اوي. او الصغيرة جدا. الف ومين جنيه. اللي حصل ان انا حصلت عندي خمسة عمليات. اول حاجة اشتريت ادوات كتابية. مواد وادات كتابية من خزينة المصرفات النسرية. عارفت ان يبقى فيه خانة للأدوات كتابية. يوم اتنين دفعت مصرفات سفر وانتقال برضو من خزينة مصرفات النسرية. كلها على اقتن طبعا. يوم تلاتة واحد تلتمية جين دفعت دفعت فيلوس بريد والليغرافات من خزينة المصرفات النسرية. ستمية وخمسة ويوم اربعة واحد اشتريت حاجات متنوعة من خزينة المصرفات نسرية. بتاعت الاستضافة والشيء اهوة الكلام ده فمش اقول لك كده يعني اقول لك مشتريات متنوعة. يوم خمسة واحد اخر حاجة حصلت في اخر الاسبوع. تمن تلاف جنيه حولناها جات لخزينة المصرفات النسرية. ده اللي غزة بها خزينة المصرفات النسرية. ده رصيد اتحول بشيك من يومية المدفوعات الى جهنة غزة به خزينة المصرفات الايه? النسرية. طب نشوف العمليات حسب تسلسلها. اهي اول حاجة الرصيد في واحد واحد. بعد كده جالي ايه? اول حاجة انا بص اللي بدفعه بيناقص الايه? الخزينة. واللي بزوده بيخليها مدينة. خزنا دي احد البلود الاصول. اول حاجة دفعت الف وربعمائة جنيه ادوات كتابية. دفعت متين جنيه سفر وانتقال. دفعت تلتمائة جنيه بريد بطول اغراف. دفعت ستمائة خمسين جنيه مصرفات متنوعة. جاي لفلوس بشيك سبعمائة وربعتاشر يوم خمسة واحد. تمن تلاف كي نعشاب عندي رصيد. خلي بالكوا بقى هنا في حت زكية شوية. اللي بالاحمر ده هو رصيد ما تجمعوش. انا بص الجانب المدين في خزينة المصرفات التنسرية فيه تسعة تلاف ومية. ده فعلا كل اللي كان موجود تمن تلاف الجديدة والالف ومية الاديمة. رصيد الاديمة. صرفت الالف وربعمية والميتين والتلتمائة وخمسين. تلعى المجموعة بتهم الفين خمسمية وخمسين. لما طرحت الجانب المدين مدين طبعا لازم العرصيد كمتمم في الناحية النقصة. تلعى في الكفة نقصة اللي هي داينة ستتلاف خمسمية وخمسين. ده اسمه رصيد هابدأ به ان شاء الله اول الاسبوع الجديد. ستتلاف خمسمية وخمسين. طيب. لما حب بقى دلوقتي اعمل قيود بالمصرفات اللي صرفتها. ركز معي. هو فيه قدين. فيه قيدة تمتلاف ده تعمل خلاص في يومية المدفوعات. ان انا فلوس خدتها وحطيتها في خزينة المصرفات التنسرية. انا عايز قيدة المصرفات. الاستعاضة. عشان يدوني فلوس اللي انا صرفتها لعيشون خمسمية وخمسين. يجو ازاي? اول حاجة من مصروف ادواء كتابية. مصروف سفر والانتقال. من مصروف بريد دوتالغراف. من مصروفات المتنوعة. كل ده. ها? الى ايه? خزينة المصرفات النسرية. او الى الخزينة. حسب ما احنا بنعمل استعاضة. دفعنا? يبقى اثبات المصرفات اللي حصلت كلها في خزينة مصرفات النسرية. ممكن يبقى على طول الى الخزنة. يبقى خلاص صرفناها مرة واحدة. قدمنا المستناد واخدنا فلوسنا. هم الدون اكتر من اللي احنا صرفناه. احنا صرفنا الفين خمسمية وخمسين. كان هم رجعونا فلوسنا وزيادة. ادونا شيك بتامن تلافينين. وتستمر الخزينة يا جماعة. اه مع واحد امين من دمن الفريق بتاع الخزنة. يبقى مسؤول عن الصرف على المصرفات صغيرة الايه? القيمة. كده يا جماعة يبقى الموضوع الاول والخاص باليومات الفرعية في المشيئات السياحية. كده تم وعرفنا ان احنا عندنا ست يوميات فرعية. السؤال بييجي على الستة كلهم وبعض. قلت لك فيه طريقتين للحل. يعني ما تفتح الست يوميات. تقرأ العملية تحطها في مكانها. بعد ما تذاكر هتعرف ان المضوع ده سهل جدا. او تفصص العمليات وتبويبها. لست ايه يا جماعة? لست اجزاء. جزء خاص بيومية الايه? مشتريات. جزء خاص بيومية مرضوات مشتريات. جزء خاص بيومية اوراق الدفع. جزء خاص بيومية اه المقبضات. جزء خاص بيومية المدفوعات. جزء خاص بخزينة المصرفات النسرية. اتفاقنا? بكده يبقى الدرس الاول اول موضوع ده. بنسبة لنا يومات الفرعية في المشيئات السياحية او مشاهدة الفندقية تم بحمد الله.